أحد أعلام تلاوة القرآن الكريم البارزين على مستوى العالم الإسلامي كما يعد أحد رواد التلاوة المرتلة والمجودة وهو مقام يمتاز بالعطفة والحنان والرقة ويبعث على الخشوع والتفكر له تسجيلات صوتية للمصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وعمل قارئاً للقرآن في الإذاعة المصرية ولد محمد صديق المنشاوي في العشرين من يناير عام 1920 بمدينة المنشأة بمحافظة سوهاج وأتم حفظه للقرآن الكريم كاملاً وهو لا يزال في الثامنة من عمره في عام 1927 رحل محمد صديق المنشاوي إلى القاهرة مع عمه أحمد السيد وهناك حافظ ربع القرآن ثم عاد إلى بلدته وأتم حفظ ودراسة القرآن على يد مشايخ عظماء أمثال محمد النمكي ومحمد أبو العلى ورشوان أبو مسلم الذي كان لا يتقاض أجراً على التعليم يذكر أن أسرته توارثت تلاوة القرآن الكريم على مر الأجيال فوالده هو صديق المنشاوي وجده تايب المنشاوي كان من قراء القرآن الكريم أيضاً والأب صديق المنشاوي كان يعتبر تلاوة القرآن الكريم أسلوب حياة وأكرم الله الشيخ صديق بأربعة من الأبناء كلهم كانوا من حفظة القرآن ومقرئيه ولعل من أبرزهم شيخنا محمد ويعتبر ابنه حامد هو الوحيد الذي لم يحترف القراءة فقد سلك طريقه في سلك التعليم حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة تأثر محمد صديق المنشاوي بتلاوة والده للقرآن الكريم وأسست العائلة مدرسة جديدة في التلاوة منفردة بذاتها يطلق عليها المدرسة المنشاوية كان في البداية يتل القرآن مع عمه أو والده وكانت أول فرصة تسنح له لقراءة القرآن منفردا في عام 1952 في محافظته في إحدى الليالي هناك يتميز محمد صديق المنشاوي بأن له طريقة خاصة ومميزة في تلاوة القرآن الكريم حيث يتميز صوته بالخشوع مع مسحة من الحزن مما جعله يلقب بالصوت الباكي ذهى عصيته بسبب عذوبة صوته وجمال تلاوة القرآن الكريم إضافة إلى إتقانه لمقامات قراءة القرآن الكريم وكذلك انفعاله وتأثره بالمعاني اللفظية القرآنية حصل على عدة أوسيمة من دول مختلفة مثل إندونيسيا وسوريا ولبنان وباكستان وأصبح أحد أهم القراء في مصر في الخمسينيات وكان يشاركه في مكانته الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والكثير من القراء الآخرين هذا ويعتبر محمد صديق المنشاوي أحد أعظم قراء القرآن الكريم حتى وقتنا الحالي وهو ما جعل محمد متولي الشعراوي يقول عنه أنه ورفاقه الأربعة مقرئون الآخرون يركبون مركبا ويبحرون في بحر القرآن الكريم ولن يتوقف هذا المركب عن الإبحار حتى يرث الله الأرض ومن عليها اقترح عليه أحد الأصدقاء العمل لدى الإذاعة المصرية وكان يراها فرصة عظيمة إلا أن الشيخ رفض رفضا تاما السفر إلى القاهرة في رمضان من أجل العمل في الإذاعة وحين علم مدير الإذاعة المصرية آنذاك برغبة الشيخ بعدم السفر أرسل إليه معدات الإذاعة وخمسة من المهندسين إلى بلدة إسنا التي يحب الشيخ المنشاوي السهر بها في ليالي رمضان وتمكن المهندسون من تسجيل تلاوة القرآن بصوت الشيخ المنشاوي في أول تعامل معه ولم يكن الأخير حيث عمل من بعدها محمد صديق المنشاوي مع الإذاعة المصرية حتى وفاته من المعروف أن الكثير من المشاهير تكثر حولهم المكائد والأقاويل حتى الشيخ المنشاوي لم يسلم من الوقائع والمكائد منها مثلا أن أحد المقرئين روج لإشاعة بغيظة يتهم فيها صوت الشيخ المنشاوي بالضعف وأنه لا يمكن لصوته أن يصل إلى المستمعين من دون ميكروفون وفي إحدى السهرات بمحافظة المينيا كان عدد الحضور إلى القراءة حوالي عشر آلاف محب ومتابع لصوت الشيخ المنشاوي شاركه في القراءة تلك الليلة مقرئ آخر فلما أحس المقرئ باستعجال الناس له حتى يتسنى لهم الاستماع لقراءة الشيخ المنشاوي طلب من عامل الميكروفون افتعال عطل في الميكروفون وأطلق بين الناس شائعة بأن الشيخ ذو صوت ضعيف وبالفعل قبل أن يبدأ الشيخ بالتلاوة بدقائق أحس بأنها مكيدة تسعى لإحراجه أمام الجماهير وأمام هذا الجمع الغفير فما كان منه إلا أن ترك دكة التلاوة ومشى بين الناس على قدميه يتلو القرآن وتفعل الناس معه بكل مودة وحب حتى أبهرهم بصوته كما يروي البعض أنه حين كان يحيي الشيخ إحدى السهرات في عام 1963 دعاه صاحب السهرة للعشاء معه بين أهل بيته وفجأ الشيخ قبل تناول الطعام بالطباخ يهمس له في أذنه أن أحد الأشخاص دافع له مبلغا من المال لكي يقوم بدس السم في طعام الشيخ وأن الطباخ قبل المال ولكن استيقظ ضميره وقرر إبلاغ الشيخ قبل فوات الأوان فما كان من الشيخ إلا أن افتعل مرضه وتوعكه ورفض تناول الطعام وبناء على الضغط الشديد من الحضور تناول كسرة خبز وحيدة وغادر المكان ونجاه الله من المكيدة بأعجوبة استقر الشيخ في القاهرة وقرر بناء منزل يجمع أهل بيته جميعهم في مكان واحد فاشترى بيتا وكان من المخطط أن يبني جراجا أسفله إلا أن أحد الأصدقاء الأقباط اقترح على الشيخ بناء مسجد بدلا من الجراج الذي قد يسبب بعض الإزعاج له وبالفعل أقام المسجد الذي أطلق عليه اسم والده والذي لا يزال قائما حتى يومنا هذا في أحد أحياء القاهرة شاهدا ودليلا حيا على حياة الشيخ الجليلة يذكر أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أرسل إليه ذات مرة لإحياء أحد السهرات إلا أن المنشاوي رافض رفضا باتا وقال أن جمال عبد الناصر أرسل إليه أسوأ رسله حيث أبلغه الرسول أن يتشرف بإحياء سهرة يحضرها الرئيس جمال عبد الناصر فما كان من الشيخ إلا أن قال له إن جمال عبد الناصر شخصيا هو المتشرف بسماعه لتلاوة القرآن من الشيخ ورفض الحضور تزوج الشيخ محمد صديق المنشاوي مرتين أنجب من الزوجة الأولى أربعة أولاد وبنتين وأنجب من الزوجة الثانية خمسة أولاد وأربع بنات وتوفيت زوجته الثانية وهي تؤدي مناسك الحج وذلك قبل وفاته هو بعام واحد فقط انتشرت شائعات في بعض المواقع الإخبارية بأنه توفي جراء وضع السم له في الطعام إلا أن الشرطة أكدت كذب هذه الأخبار وذلك لعدم وجود أي شهود أو تسجيلات لهذه الواقعة وفي عام 1966 أصيب بمرض دوال المريء ورغم مرضه ظل يقرأ القرآن حتى رحل عن الدنيا عن عمر يناهز التسعة والأربعين عاما في عام 1969 له تسجيل صوتي كامل ختم فيه القرآن ختمة مرتلة وله ختمة أخرى مجودة مسجلة خصيصا للإذاعة المصرية له قراءة مشتركة مع القارئ محمد كامل البهتيمي وفؤاد العروسي وله العديد من التسجيلات الأخرى وهو يتل القرآن بالمسجد الأقصى وبالكويت وسوريا وليبيا كما له تسجيلات صوتية وهو يتل القرآن في المساجد الرئيسية في العالم الإسلامي كالمسجد الحرام والمسجد النبوي موسيقى 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 موسيقى